اشتركوا في القناة مرحبا تحية لي سأقول كل شيء ماذا عن أي شيء ممتع ومفيد ما هي قناة النصائح الفيروسية هذه ستناقش هذه القناة كيفية القيام أي شيء سواء كان مشكلة عائلية أو متعلقة بالعمل أو نصائح وحيلا أو دروسا أو شيئا فيروسيا والعديد من الأشياء الأخرى حتى في المستقبل سنحاول إنشاء هذا الفيديو وفقا للأوامر أو الطلبات من جميع الأصدقاء مثال شخص ما يريد تعلم كيفية الإعلان أو شخص ما يسأل عن كيفية التغلب على شريك الحلم كيف تعتني بالترخيص أو إخرين سوف نحاول لام لا تجعل هذه القناة ممتعة للمشاهدة فحسب بل إنها مفيدة أيضا للجميع لذلك يرجى الاتصال الجرس والاشتراك الإعجاب والتعليقات حتى نكون أكثر حماسا لمشاركتها حسنا العودة إلى جوهر وفقا للمعلومات الواردة في البداية في هذا الافتتاح سنقوم بتفصيل كيف نجعل الأخرين سعداء ومحبون لك الاستماع والطاعة هل سبق لك أن رأيت سمعا أو تعرض نفسك للخطر لأن كلمات أي شخص تتصرف كما كنت أنت شخص يحظى باحترام كبير سمعت وأطاعت مهما قلت سواء كنت تعمل مثل الزوج والزوجة عضو في المجتمع القيادة حيث تعمل حتى عندما تكون تابعا فإنك تحظى باحترام من قبل القيادة أو أدوار أخرى في حياتك ربما رأيت الخاص بك صديق صديقك يدير أعمال موظفه بسهولة ولعمله كل طاعته حتى لو كانوا يقاتلون من أجل رفقة صديقك يعملوا بجد دون الحاجة إلى توبيخه أو حتى مهددة من قبل لهم يعملون بشكل تطوعي بينما أي حياتك اليومية مليئة بالمشاكل المتعلقة بأداء شركتك أو ربما تكون ربة منزل الحياة اليومية مليئة بالضيق وبشأن سلوك أطفالك يبدو أن لديهم دائما مادة تزعجهم أنت بينما ترى إخوتك الأخرين حياتهم اليومية مليئة بالسلام والهدوء من أطفالهم مطيعون جدا لوالديهم في كل مرة يطلب منهم القيام بذلك دون أي جدال حتى لو كان لديهم بالفعل وعي للقيام بشيء ضروري دون الحاجة إلى الأمر أو سمعت عن شخصيات عظيمة في التاريخ مثل بونك كارنو يمكنها أن تجعل الناس صامتة عندما يكون في حالة صحية ويتحدث مثل شخصيات أخرى قبل محمد الفاتح بزمن طويل كيف يمكنه أن يرفع روح القوات التي كانت متعبة ويائسة والتي كانت في ذلك الوقت قليلة فقط غير متناسب مع العدو الذي كان سيواجهه لكن محمد الفاتح تمكن من حرق معنوياتهم إقناعهم حتى كانوا على استعداد للموت من أجل النضال ما يفعله هؤلاء الأشخاص هو ما يعرفونه ويتقنونه حتى يكون هكذا هذا ما سيكشف سر الإقناع كيف تجعل الأخرين سعداء معك وليس فقط سعداء اجعلهم يفكرون مثلك يتفقون معك حتى يطيعونك وهم على استعداد للموت من أجلك لماذا جعل الأخرين يسمعون أمرا مهما في هذه الحياة وإلا مهما كان دورك إذا كنت أحد الوالدين فستكون والدا فاشلا إذا أصبحت قائدا لمؤسسة شركة أو كل ما تقود سوف ينهار حتى في النهاية يتم تدميره حتى لو كنت جزيرة سوف تصبح بحارا فاشلا إذا لم يسمع عنك وكذلك إذا أصبحت عضوا في المجتمع لذا يصبح الصديق صديقا فلن تكون إلا متنمرا وتزاح لأقاربك وأصدقائك يمكن أن يكون لها حتى عواقب مميتة أخرى لهذا السبب فإن المادة كيف تجعل الأخرين يسمعونك ويطيعونك أمر مهم للغاية أو فائدة أخرى هو أنه يمكنك أن تكون شخصا أكثر تفهما وبهذا ستكون أكثر ذكاء شخصا عندما يستخدم الأخرون هذه الأساليب من غير المرجح أن تطيع الكلمات أو تتأثر بها وأيا كان ما يحدث لما تفعله ثم كيف أجعل الأخرين أفعل ما نريد يمكن أن يتحقق سنستمر بالكامل في مقاطع الفيديو التالية نظرا لأن المناقشة طويلة جدا ومعقدة فمن المحتمل أن يتم تقسيمها إلى العديد من مقاطع الفيديو نصلي من أجلنا في حالة الصحة حتى تتمكن من مناقشة واحدة تلو الأخرى تماما حتى تنتهي حتى تتمكن من رؤية التحديثات يرجى الضغط على الجرس أشترك وإبداء الإعجاب والتعليق وشارك هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك حتى تصبح شخصا جيدا أوخر مثيرا ويدعم القناة المفيدة حسنا أشكرك على رؤيتك في الفيديو التالي الإقناع السرية لكيفية جعل الأخرين سعداء معك ليس فقط سعداء ولكن حتى تجعلهم يفكرون مثلك ويتفقون معك حتى هم مطيعون ومستعدون للموت من أجلك شكرا اشتركوا في القناة